بسم الله الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله نتكلم عن شرح مختصر لمتن يسمى متن الأصول الثلاثة بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وآله 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 وأصحابه أجمعين وبعض إن شاء الله يجأس كتابنا مختصر شرحنا باش لا يجاب نعم قبل أن نبدأ في الشرح بإذن الله تعالى نتكلم عن أسئلة خمسة هذه كالمدخل وبداية لهذا المتن المبارك نعم السؤال الأول ماذا ندرس التوحيد شيئا جدا نتكلم عن التوحيد حق الله العبيد هل حقنا لنؤهد الله سبحانه وتعالى ويجعلنا جناد الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله سبحانه وتعالى أنت عمل للتوحيد لا يدخل جنة إلا موحيد ويقبل القيب الع務 الأولى . . . . . قد اسألك سائل يقول هل أنت موحد تقول نعم أنا موحد يقول ما هو التوحيد تقول لا أدري يقول أنت كاذب عندما تقول أنا موحد ثم يسألك يقول هل أنت مشرك تقول أعوذ بالله أنا لسه مشرك يقول ما هو الشرك الذي حرم الله عليك تقول لا أدري لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدير ثم يقول أنت كاذب أعرف الشرك يعني أنت كذب أعرف الشرك تقول أنت كذب أعرف الشرك الذي حرم الله عليك إذن أهم شيء لابد أن يبدأ به الطالب هو التوحيد يتعلم التوحيد حتى يعمل به وتعلم الشرك حتى يحذر منه ويحذر منه والله أعلم أنت لا تقوم بأميك في الشركة تشمك تحركيسين من خلاصة تشمك تحركيسين من خلاصة